خرج من الباب الخلفي وطلع في التموبيل اللي خلى ليه استائق بعد ما وصع تحرك وكانت الوجهة دياله المطار وفي المغرب وفي رواق خالي حس بنادم ما كانش من غير صوت القطط اللي مجموعين على الكمامة كان كيتسمع أصوات غريبة جاية من مبنى مهجور توقفات سيارة رياضية وهبط رئبان وبخطوات هادئة ادخل المبنى وقف كيشوف في الداخل دياله وبالضبط في مجموعة من الشباب اللي مشكلين دائرة ابقى واقف في الخلف حتى كملات المباراة اللي كانت بدون حكم والحزن فيها هو أن أحد المقاتلين يغيب ما بقيش يهز الرأس ادراري هزو الشخص اللي طايح وخرجوه وبقى شخص لاب السروال فقط والعرق غادي مع عضلات صدره كيحيد في البانداء اللي ولات حمرة بالدم من اديه وفي جنبه شخص آخر طويل كيقلب فيه وصلهم صوت رئبان اللي منتابهوش لوجوده قال شحال من سنة طيحتي ليه هاد المرة تلفته شخصين بجوج جهة الصوت قال الشخص اللي حارس صدر اللي اسميته سينمار وبابتسامه غير ربعة الشخص لاخر قرب عند رئبان وتلاح عليه وعنقه وكانت اسميته إلياس العشير أم تجيدي؟ رئبان كبر ما بين أمريكا والمغرب من صغره كان طفل هادئ ادكيب بشكل ملحوض وانطوائي علاقته بباباه مزيانه ولكن علاقته بالأم تياله شكل تاني هي الشخص الوحيد اللي كتقدر تفهمه بدون ما يتكلم حافظ مزاجه تعابيره نظراته اللي بالنسبة للأخرين لغز وهو كيكبر لاحظات أن شخصيته ما تغيراتش وأن طبعه هو هادئ يمكن يبال الأخرين متبلد المشاعر ولكن هي عارفة ولدها حق المعرفة عجبها الحال الاهتمامه بمسقط رأسه وكيفاش حافظ على هويته مع أنه كبر ما بين مجتمعين مختلفين قبل خمس سنين فاجئها بخبر قبوله للعمل في شركة صغيرة للشخص المغربي رغم العروض الكتيرة اللي تقدمات ليه من شركات كبرى عرفات أنه اختارها باش تبقى عنده صيلة مع بلاده وفرحات لهذا القرار ومن ثم رجعت زيارة رئبان المغرب كتيرة مع مرور السنوات وبعد مدة قصيرة ارجع نائب المدير في الفرع اللي بالمغرب وبسرعة هائلة كبرات الشركة ورجعت كتنافس باقي الشركات في الإنتاج السينمائي بالمغرب واسم رئبان ولا معروف هاد المجال كمنتج ناجح ولكن بسبب تكتمه القليل اللي كانت عندهم معرفة بخلفيته وحياته الشخصية ومن بين هاد الأشخاص القراب أصحابه سينوارو إلياس شخص سوي كيتحكم في ردود أفعاله ما كيلتجأش العنف خارج حلبة القتال وكيقدر يتصرف ببرود ويتحكم في أعصابه بسهولة توضطات علاقته مع إلياس وسينوار وهما ما زال في الميتم ويوم غادروا تلقوا المساعدة منه بدون ما يخليهم يحسوا كملوا دراستهم وخدموا معاه في نفس الشركة واليوم بتلاتة رجال ناجحين شخصياتهم مختلفة ولكن كل واحد فيهم يموت في سبيل الآخر في داخل السيارة سائق رئبال وجنبه سينوار اللي لح عليه الجاكت وفي الخلف قالس إلياس هيد الأخير خرج راسه من بينهم كي يطل عليهم وقاله هو مبتازم شي قصارا؟ جاوبه سينوار سينوار لسه قراحت إيده مع وجه إلياس ورجعه له وقال له هو باغي يمشي يرتاح وانت باغي تقصر إلياس حيد إيد سينوار وقال واغاز ويعا ما يمكنش من فرحوش بتأهلو للنهائي في البطولة وشاف رئبال وقال ضروري خاص الحفلة بدون ما يجاوبوا رئبال دور السيارة بسرعة احتدت سمع صوت احتكاك الروايد مع الشانتي اللي كان فارغ بتاسم إلياس وهو كيهز في حاجبه لسينوار وبعد دقائق كانوا داخل ملها ليلي جالسين في طبلة وواخدين مشروب هالسينوار كاسو كيرشف منه وهي تلفت انتباهه فتاة سمراء داخلها لابسة فستان أسود قصير بيين سيقانها الطوال شعرها كحل وطويل ودايراها على الجنب ونصص درها مكشوف وهي كتمشي لفتات انتباهه باقي الرجال ماشي غيس المهر تبحها بعينيه حتى بانت ليه جاية ناحيتهم وقفات مقابلة معاهم وقالت وهي موجها نظراتها الوسط فين كين رئبال فين قالس رئبال كانت سالك رقصة رئبال لعينيه جهتها وشاف فيها بنظرة عابرة وهزكاسو وقال صدفة زعمة سمارة عضت على شفتها وقالت الصارة حالة عرفت من المساعد ديالك فاش كنت في الشركة اليوم انك جيتي وجيت لهنة على امل نطلقاك رئبال شارليها بعينيه الفتتين لقدانهم وقال قلسي قالت لا بغيت الرقصة ديالي هي اللول سينمارة وقف وقربل عندها وقال هو ما غاديش يرقص معاك واخد طلبية وانا ما نبغيش نخسر ليك الخاطر مد لها ايده وقال مشينا قالت بابتسامة اوكي حطات ايدها في ايد سينمار وقبل ما تتبعه شافت جيهت رئبال حاولت تقلب نظراته على لمحة من الغير عليها وشحال خاب ضنها فاش بالليها هاز الهاتف دياله وكيقلب فيه إلياس قرب عند رئبال وقاله عينيه على سينمار وثمارة اللي كي رقصه ماشي هادي هي الموضلة اللي خدامه في الشركة رئبال قال له هي هو يقول إلياس ناري سعداتك يا اخويا عرفتي على شفاتك انت كدير فيك قربات التلاح فوقك رئبال قال ماشي من نوعي هو يقول له إلياس لا مايمكنش هاد الماركة نوع كلشي سكت شوية وقال آه نسيت انت بوحدك ديما مخالف بحال والو يكون نوعك فضائي رئبال وقف وهو يقول إلياس غير كان تحك معاك فين غادي وهو يقول رئبال غانمشي بقى مع سامارة رئبال قال أنا غادي لمشي بقى مع سينمار ورجعه بجوش إلياس قال والبنت باين عجباته وهو يقول رئبال ما تصلحش ليه إلياس قال كيموتح لهدي أشكال اللي زعمات وحافظين سواريهم ولكن الوعراء هي التوخر ليه ويددي هاشي حشومية يبغي يقرب ليها وتهرب ليه رئبال خليه كيهضر وتوجه لعند سينمار شارل سامارة تبعوه خرش وسينمار رجعت لاحجن بإلياس قال هو كيحق على دقنه بيناتهم شي حاجة إلياس قال هون هاك كاك غاي خليك تقرم منها ولا ترقص معاها وهو يقول سينمار وفين مشاه إلياس قال باغي يوصلها واخا هاك كاك رهجنت المان آه وقبل ما يخرج قال لي ياب اللي خاصك تقلب عليها ما تليقش ليك سينمار قال متأكد قال هاد الهضرة هو يقول إلياس ومالي غنكذب عليك ره باي نقش من نوع هي زيد عليها طايحة فيه قال سينمار عجباتني هو يقول له إلياس خفت غاد قول لي يا كنبغيها بحال لي قبلها سير تزوج ليك راه القاضية عندك حامضة سينمار عطاه القرفات تو وقال عرفتي انت أغاد جي ديك اللي غادي تشيبك كتار ما شيبتيني أغاد تبقى تابحة بحال لهبي إلياس هزراته الفوق وقال ما زال مخلاقة هادي اللي غا تشيبني رئبان وقف السيارة قدام له طيل وتلفت جهتها كانت مدورة وجهال عنده طول الطريق شافها مدات إيدها جهته ونظراتها كيلمحوا بجرأة ونظراتها كيلمعوا بجرأة وهو يقول بنبرة خشينة نزلي قبل ما تضب ليها سمارت وقفت على الحركة وقالت أعليش كتتتعامل معي بهذا الطريق رئبان أنا را كان قاطحها وقال أهبطي أرجع كيشوف قدامه وشغل السيارة أبقيت كتشوف فيه للحظات والدموع في عينيها زيرات بإيدها على ساكها وحلات الباب خرجيت كتزرف خطاويها بكعبها العالي حتى كانت على وشك الطيح بدون اهتمام اتحرك حتى قبل ما تصل ما تخلوا طيب حطتوا موبيل في راس الدرب وهبط كان مبدل ولابس بيدلارة مادية مع تيشيرت بيت وصبرديلة في نفس اللوم شعره لكحل مسرح اللور وريحته سابقا كان شكله مختلف على رئبال اللي كيشارك في حلبات القطاع ورجع بصورة رجل الأعمال اللي كيعرفوه بيها الأغلبية تمشى داخل مع الحومة في ذاك الوقت المتأخر وهو متاجه لدار جده شاف الجهة المقابلة بنظرات غريبة أمره باب من بعد ما رجعت هيو الحاجة من دار جولان قلسات مع فباها وجابر احتى لقاش من وقت وفاش بغاو يمشيوا الفيلة اللي واخدين في نفس المدينة وكانوا كيدوزوا فيها الصيف طلبات منو أنها تبات معاهم هادا الليلة مشى جابر بوحدو وبقات هي قالصة وسط والديها وجاب دين الدكريات شوية تسمع صوت الدقان وناضط ربابة حل كيف جرات الباب وشافتوا قدامها ترسمات ابتسامة عريضة على وجهها قالت قبل ما تخشى فيه وتعطقه إيليا رقبان حضنها بين دراعه بقوة ورباب بعدات وحطات إيدها على دقنه وقالت مفاجأة زوينه قلتي لي ما غتجي حتال بعد غدة وهو يقول انتي قلتي لي يا آجي قالت امتى قلتها قال سمعتها في صوتك في التليفون ربابة بتاسمات وقالت يخليني لحنينة ديالي دخلات هي ورقبان الداخل وتلقى ترحيب حار من عند جدو جداتو قلت وسطهم وملامحو تغيرو كل يام كان مبتازم معظم الوقت وهو مشارك الحديث معاهم ناضت الحاجة للكوزينة ومخلات ما حطات ليه تعشى بزز عليه واخمة فيه لي ياكن وبعد مرور عدة أيام خرجات من البوابة ديالافاك وعنقات راسها فاش حسات بالريح بارد هزات عينيها كتشوف في السملة مغيمة وبحال ليلة غدا تصب شتا تمشيت بخطاوي سريعة تجاه بلاقة الطبيس ووقفات كتسنة شوية لفتات كتشوف هنا والهين احتدت كوانسات مخرجة عينيها جهة واحدة دريبة حركات راسها ومقنتين في الدريبة صديقة طفولتها اللي عارفة شنو كيعني لي هدك الشخص وباشنو كتحس من جهته وهو اللي غير قبل يومين خلى قلبها كيرقص بفرحة فاش تكلم معها في المكتابة وتبادلوا أطراف الحديث لدرجة حكايت ليه على روايتها اللي كتكتب وقتا رح يساعدها باش تلقى دار نشر وشحال فرحات أنه غيكون ليهدور في تحقيق حلمها احتكت تصدم بدايك المنظر اللي كان كيف استفعى ليها تمشات المسافة طويلة بدون ما تبالي للوقت أهبطوا دموحها في صند على صداقة كانت أضعب من اللي ضنات وعلى شخص حملات جهته شعور مقي من الواضح ما يستاهلوش فكرات في نفسها ما يمكنش تكون جمعاتهم علاقة بالصدفة أكيد ضحكوا على سداجتها وكانت موضع سخرية خلال أحاديتهم وزيت إيدها على خدها ومسحات دموحها من تحت نداراتها ووقفات جنب الشانتي انتبهت للدنيا اللي بدات كتخوة وهي كتشوف ساعة إيدها غلقت ها تسعود وهي تمشي تشري كتقلب على تاكسي تقريبا نص داعة وكانت قدام دارهم جبدات السوارة وبغاية تحل الباب وهويت حل بالقوة هزات راسها ببطر وشافت فباها اللي كان وجهه مخيف لدرجة جمد الدن في عروقها نظراته ما كانوش كيبشروا بالخير ما خلاش لها الفرصة تهضر وجرها بقوة وهو كيغوت بصوت عالي قال ايش هاد التعطيلة لافاك ولات ما كتسد حتى لتسعود جايت حافيضة كتجري وقالت بشوية على البنت اعلم الله علش تعطلات وبدات كتقلب في جولان وقالت تخلعنا عليك بنتي فين كنتي واش انتي بي خير براهيم اتفح حافيضة وقال انتي اللي دسترتيها حتى ولات ما كتدخل حتى لهاد الوقت ايشنو غايقولو علينا الجيران بنتو ثابت وخرجو رجليها الشواري فين كنتي يا بنت الحرام وهز ايدو باغيهبط عليها وهي تجي لي حافيضة قدامو وجرات بنتها وردهرها قالت تحط ايدك عليها غنهز حويجي انا وبنتي ونخرجو من هاد الدار ياك كيهمك غا هضرت الناس وما مصوقش البنت ولا لسلامتها احنا غادي نخويوليك هاد الخربة اللي كله نهار منكدها علينا فيها وديك ساعة ارتاح وخرج هاز راسك بين الجيران ابراهيم شاف فيها بصدمة وهي تقول اسبرت وسكت تغير على قبلها ولكن باش توصل بيك تضربها وهي يعلم الله بحالتها هادي ما ندوزهاش بنتي مربياها وعارفة طينتها الله يجعلها تبات في الزنقا قاع نبغي غا نعرف باللي هي بخير حيت كان تيق فيها التيقة اللي ما كتعرفها شاس ابراهيم شافت فيه حافيضة ومعليا راسها وبتحدي وقد سناهي جاوب منلي ما زيتش تكلم جرات جولان وراها وطلعوا مع الدروش ابراهيم بقى غير مصدوم منلي شاف عمر حافيضة ما تزايدت معاه في الكلام ولا وقفات في وجهه واليوم اختفاه ونظرات الخوف والتردد من عينيها لدرجة تحس بيها انسان اخرى ماشي لمره اللي حاجر ومنقص من قيمتها قلصات جولان في بيتها بعد ما غادرت حافيضة ملت مأنات بأنها بخير جمعات رجليها عندها وهي قلصة فوق الفوتاي ومقابلة مع الشرجم حيدات نظاراتها وشافت بسهو في السماع ولكن هاد المرة ما درفات احتدمها دازوا يومين وجولان ما خرجاتش من بيتها غيبات على حصصها اللي كانوا مهمين وهي في الفصل الاخير ومقبلة على التخرج اليوم ما كانش مختلف قلصات في المكتب ديالها الصغير وكتشوف شاشة الحاسوب ودماغها غايب صوت رنت الهاتف ديالها خلاتها تبعد عينيها على البسي وهزات التليفون كتشوف الميساج اللي جاها في الواتساب من رقم غير مسجن مروا لحظات قبل ما تحلوا تقرأ محتوى الرسالة اللي فيها السلام جولان انا زينب كنقرأه في نفس القسم شفتك ما جيتيش هاد اليومين واخديت رقمك من القروب ديال القسم ديالنا واش هانيا قرأت جولان الميساج مستغربة من كون زميلتها في القسم اللي بينهم غس سلام كتسول فيها ولاحظات غيابها حركات جولان أصابحه هي كتطاب في الكلافية ورسلت لها مساج وبعد دقايق جاها مساج آخر من عند زينب وبعد بضعة رسائل تصلت بها زينب وتكلموا مع بعض طال الحديث بيناتهم كأنهم كيعرفوا بعضياتهم من مدة طويلة جولان القادرة كتعاود لزينب بش نوقع معها ما كان عندها حد والصديقة اللي كانت كتجريل عندها وتعاود لها كل شي هي من إنجاتها الضربة زينب سمعت لها باهتمام وبدون ما تحاولت نصحها خلاتها تشوف الحل قدامها بعد من هات جولان المكالمة أبقات كتفكر شحال يمكن تبقى حبيثة غرفتها الأيام كتدمر وتعاني لأنها تغدرات من صديقتها وخسرات شخص ما كانش ليها من لون وتبقى مفقوصة من معاملة بواها المستمرة أو اللي يمكن تنوض وتواجه مشاكيلها وفي اليوم التالي دارت نظاراتها قدام المراعية وقادت شعرها وخلاتهم موج بشكل طبيعي اهزت البيستي وخشاتوا في الساك ديالها ودارتوا في ظهرها نزلت مع الدروج ودخلت الكوزينة عنقات أمها من الخلف وقالت لها باللي خارجها حفيظة دارت عند بنتها وعنقاتها بدون ما تهضر بعدات وجبدات الفلوس وحطاتهم في الجولان وخرجات من الدار وتمشات في الدريبة بانت لها ويقام جايكا تتعوج وتفرنس الهاد والهادك قربات لعندها بغت تهضر معها وهي تفوتها جولان وكملات على طريقها بقات ويقام واقفة براكة ما فاهمة وانو وما عندها حتى فكرة أنها تشطبت من حياة جولان في مرة وقفت تاكسيجن بالطريق وخلصاته ومشات جولان اختات تاكسي قا غادي بها وقف جنب الطريق خلصاته وهبطات وكيف تحرك دورات وجهها كتشوف في البناية الضخمة واسم الشركة المنقوش فوق الباب الرئيسي خدات نفس عميق وتحركات وهي شادة على سماطد ساكاد بإيدها دخلات متاش هالاستقبال حتى بانت لها زينب واقفة بعيد زينم اللي شافت جولان وهي تجي عندها كتجري سالمات معاها وقالت وهي كتسرسب لها ضرب الضربة شوف يا أختي عارفها راسي ضربت عليك البارح ولكن راه كان عارفك من ش حال هذا كنت كان شوفك كتمشي وتجيب وحدك وكان بغين جي نهدر معاك ولكن خفتك تقم عيني فاش ما جيتيش أعرفت شي حاجة كاينة حيت عمرك مغيبتي وخديت رقمك والباقي راكي عارفها شبكات الدراحة مع دراع جولان وقالت ما عرفتش ولكن حاسة باللي غنو اللي وصحابات بتاسمات جولان لشخصية زينب المريحة وقالت شكرة وهي تقول لها زينب علاش بالسلامة ما درتوالو جولان قالت وخمكت عارفينيش مزيان غير عرفتي باللي باغن شر كتابي صيفتي لي إعلان هاد الشركة زينب خطتها على اكتفها وقالت لها هان يحت انتي أنا دفعت لهم سيف فيه في قسم الحسابات شي تلتة أيام هادي وشفت الإعلان ومنلي البارح حضرنا قلت نعلمك وتجرب حدك جولان قالت عارفة ما غاديش يعطيه الوحدة مبتدئة بحالي ولكن بغيت نحاول وهي تقول زينب اه حاولي مرة وجوجه ثلاثة انتياش خاسرة رخص الفرصة انتي اللي تصنعيها ماشي تصنيها تجحت لعندك ودابا سير تكلمي معهم في الاستقبال وثولي على السيد لي مترقص فريق المؤلفين قالت جولان واش عايته عليك وهي تقول زينب ما زال مرده عليا اليوم جيت غير على قبلك باش نزعمك جولان قالت شكرا قالت زينب تقولي شكرا عود تاني مترقتي وبدأت كدفع فيها وقدقولها يلا سيري تمشيت جولان جيت الاستقبال وثولاتهم طلبوا منها تطلع للطابق الرابع داك شي اللي تارت خدات المسعد وثولات على مكتب المسؤول ابقات كدسنة شي نص ساعة تقريبا قبل ما يدخلوها لعنده كيف ما توقعت شافها لمدة خمس دقائق وطلب منها تغادر حتى يعيطوا عليها خرجات حانيا راسها وكتافها وتمشيت جهة المسعد دخلات لي ويلا غايتسد وهو يدخل نفس الشخص اللي دار معها المقابلة وغير شافها تنفس براحة وقال غادت رافقيني للطابق الأخير وهي تقول له علاش قال لي ها نائب المدير بغي يشوفك جولان قالت وعلاش بغي يشوفني وهو يقول لي ها المسؤول علمي علمك أنا جوني الأوامر وكان مفت تحل المسعد وتمشى المسؤول بخطوات سريعة وهو كيشير الجولان التبعوه وقف عند باب عريض ودق وشار لي هتدخل بقيت كتشوف فيه بريبة وما مرتاحاش لتصرفاته فجأة وهو اللي عاملها بتعالي من قبل المسؤول من لي بانت ليه جولان ما بغتش تدخل ادفعها للداخل وجر الباب وصده شدات في كتفها وقالت بتدمر وبشوية بنادم غير كملات كلامها وصلاتني فيها ريحة قوية مميزة خلاتها تنتابه هي فين دورات وجهها بسرعة وهم يتلاقاوا عينيها مع نظرات تاقبة مركزين فيها الشوفة بعد ما دوزت تيصان تك على دهار الكرسي وكيشوف شاشة الباسي لقدامه دقائق قليلة قبل ما يسمع صوت طرقات على باب المكتب دياني وغير عطل إدن تحل الباب وبانت ليه الدفعات الداخل شاف بحدة في المسؤول قبل ما يسد الباب اسمع كلامها وهي كتبت وبقى كيتفحص فيها بعينيه وغير دارت قدر يشوف عينيها هاد المرة المدة أطول حرق إدو فاش لمحتوترها فاش شافت وشار لها باش تقرب تمشيت جولان بخطوات بطيئة جهة المكتب بقات مكوانسي عينيها وكتشوف هاد الشخص اللي قدامها وما قدراتش تباحدهم فاش عاقت برازها طولات فيه الشوفة حكيت على رأسها بتوتر وقلسات ودورات نظر هالأشياء أخرى في المكتب احتقى فزات من نبرة صوته العميقة قال شكون قال لي قلسي جولان قد كتشوف فيه وقالت ماشي عدبة وبدأت كتشرح بإديها بدرت يلي هاد الحركة قال لي هاري أبان هادي كتعني قربي ماشي قلسي جولان قوسات حجبانها وقالت واشنو دابها نرجع نوقف رأبان مدليها إدو وعينيه في البازل جبتي معاك النسخة الأصلية جولان معجباتهاش طريقته في الهضرة وقالت جبت معايا النسخة اللي في البازل ما كانش عندي الوقت نطبحها شاف فيها رأبان مطولا مضيق عينيه أما هي قالت في خاطرها هادا مالو كيشوفيه هاكا زعمه ما يكونش طيقني الله على عينيه عندو كيحمقو هاويلي يا جولان توكدي انتي في انترفيو وخاص تخلي انتباعه زبين قال لرأبان كملتي وهي تقول كيف عش رأبان قال إلا كملت النقاش مع راسك جبتي البازل جولان قد كتشوف فيه وقالت اه باليها رأبان ناضي من فوق الكرسي وجا في بالها باللي غيجري عليها من المكتب دورات راسها متبعاه بعينيها كيتمشى بخطوات ثقيلة وهو لابس ديك البدلة الزرقاء اللي كانت مناسبة مع جسمه بشكل مثالي عمر هاش هفتشي حد كيبان آنيق لهاد الدرجة تبعاته بنظراتها حتى قلت فوق الكرسي ومقابل معها وبلاهواها سرحات بعينيها مع عنقه الأسمر ودقنه المكتوب اللي حيخ فيه فمرتها تبعات إيديه وهو كيرجع شعره الكتيف للخلف بالأصابع ديانه غير شاف فيها غير شاف فيها وهي تدور وجهها بالزربة للجهة الأخرى بطريقة مفروشة زعماره ماكنش كنشوف فيك بتاثم وقال لها عندي اجتماع بعد ربع ساعة وهي اللي عندك باش تخرجي من هنا بعقد عمل أو اللبلابية جولان رجعت تركيضها وجبدات الباسي بالزربة من حقيبتها حطاته فوق الطبلة الزجاجية اللي بيناتهم واخدات نفس داكرات باختصار كيفاش بداتها والمراحل اللي مرات منهم في هاد العامين كان مركز مع كل كلمة قالت كيشوف تعابير وجهها كيفاش كيتغيروه مرة كتبتازم حتى كيتسدع ويناتها تحت النظارات ومرة كتبان لمعت حزن فيهم كتتفاعل مع أي حدد ذكراته وكأنها كتعيش تجربة شخصيات روايتها ودازت نص ساعة بدون ما يقاطحها حتى أنها مكانت شعار فأنه رسل ميساج من تليفون ديالو وأجل جديمها توقفات على الكلام وردات خصلات من شعارها ورودنها وهي مترقبة رده فاش بقى ساكتش حال زاد توطرها بالمعقول معرفاتش واشت كلمات بحماس كتر من القياس ولا كانت غاكت خربك حيت ملامحو ما كانوش واضحين فاش كيفقق أخيرا نرحمها وقال خرجي نسخة مطبوعة وجيبيها معاك غدا غيكون اجتماع وخاصي تطالعوا عليها قبل متوقع العقد جولان بقت مصطومة من اللي سمعات وقالت شنو قلتي عقد غت سنيو معايا عقد وروايتي غد تنشر هاتش اللي بغتي تقول ياك رقبال قال لها وهي تقول علاش قال كيفاش علاش ما بغاش تسني معانا ماشي هاتشي على الجيل هنا قالت آه هاتشي على الجيل ولكن ما يمكنش تحقق حلمي بهاد السهولة ونسيت رأسها تاني وبدأت كتمتم بصوت من خافت باينا ستت صباح هادي وانا قلسة كان حلم وشوية غتجي حفيضة تفيقني ونمشي اللافاك حركات ايدها بشوية زعم بلمة عيق وقرصات فخدها وهي تقول آي ما كان حلمش رقبال كان حابس الضحكة بالزز وهزيت هي راسها وشافت فيه وقالت ما بغيتش نتصدم من بعد دكشي علاش قبل ما نصبق الفرحة ممكن تعاود شنو قلتي لي شاف فيها رقبال بنظرات غريبة وقال من بعد ما توقع العقد روايتك وأعمالك الجاية غيكونوا تحت اسم الشريقة جولان جاوها نظرات وفيش شكل وقالت هاد شي بزا فعليها كأنها فكرات فيش حاجة وهي تصغر عينيها ودارت ايدها على شكل اكس قدام صدرها وهي تقول ياك ما رقبال قال ما يمشيش بالك بعيد قالت يعني فعلا قدرت نقنعك قال لو كان العكس ما غاديش نخليك نو الساعة وانتي كتهضرين جولان وقفت بالزربة وقالت قاوي لي نو الساعة وانتا قلتي لي عندي غا 15 دقيقة وبدأت كتجمع في الباسيديالها وقالت سمح لي عطلتك على الاجتماع انا غدا نخرج قبل ما تجريع ليه و العار ما ترجعش في كلامك ومشات الجهة الباب وقالت غدا غدا نجي ونجي معي النسخة رقبال شافها في هدوك تلفت وتعرفها ناد بالزربة وبخطوات واسعة وصل عندها شدها من مرفقها وجرها وحبس بديد دور خرى الباب اللي كان غايت حلوة يعطيها لجهة حسات بقفطة القوية شادة في دراحة وجيت مقري من هدوك لدرجة ريحة تغلغلات مع نيفها حسات راسها ما فهمش مواقع وشافت فيه توقف الزمن اللحظة وهمك يتبادلون نظرات ما عرفت شنو هقع لها فجأة دقيت قلبها رجعو كيخفقوا بسرعة حسات بشعور غريب ومخيف نفس الوقت ما عرفت باش تفسر كيفاش نظرات شخص غريب أول مرة تلاقاه في حياتها لأسروها لهد الدرجة واش وسامتوا الظاهرة ومنصبوا وتصرفوا معاها خلاها تحس هكا معقول تكون نجادبات ليه كيف ما كي نجادبوا ليه باقي البنات واش هي سطحية لهد الدرجة ولا هو اللي عنده تأثير خاص يقدر يوتر أي أمضة وفي هذا التواني اللي كانت كالتصارع مع أفكارها الداخلية لقبال كان واخد راحته هي تأمل تقاسين من جهه وهي بها داك القلب حيات يده من على الباب وهو يتحل بقوة ادرفض هر جولان حتى دخلات في رقبال وجهال ثقم عصده ومحت أوهات بألم ادخل سنماره إلياس اللي كان ورا الباب شافوا ذاك المنظر اللي قدامهم رقبال ووحدة تقريبا مخشية فيه بجوجة صدمه حك إلياس عينيه وقال أجهد شي كان جو وهو يقول سنمار ما كناش عارفين عندك شي حد جر إلياس وقال هاحنا كنت سنوك في قاعد الاجتماعات إلياس ما بغاش يتحرك وقال سموحات قاطعناكم جولان حركات راسها بفطء وشابت جهة الباب غابانوا لها بجوج وهي ترجح حمرة حسيت بيديها حاطاهم عند كرش رئبان ومزيرة على قنيشتي وهي تبعدهم بسرعة رجعت خطوات اللور قبل ما تخرج من المكتب كتجري تبعها كل من سنمار وإلياس بعينيهم حتى غبرات رجعت لفتو عند رئبان ولقاوه دير فيهم شي شوفات قاسحين إلياس قرب عنده كيفرنس وقال آه هذا هو نوعك اضرب على صدره وقال نوعك غريب ولكن ما عليكش سنمار قال شكون هادي وهو يقول إلياس وره باين شكون عشيرتو اللي كتونسو في المكتب رئبان انسل عليها القرفاتو احتتنا راسه وقال له ما تهدرش عليها بديك الطريقة إلياس شدف عنكو وقال واش باغي تعوقني انتا وهذا شي نهارت فلعصو فيه شي قلس ما كتعرفوش تهدروا بالعصاب حيث انتا غادي اللعصاب تحذك رئبان جهة المكتب ديالو وقلس نضموا ليه وقالسين مقابلين معاه وفاش تلصمته وقالسين معاه ما غاديش تقول لنا شكون هادي إلياس قال غامل اللي نزل علينا بديك الدقة باينشي وحدة مهمة سينمار قال ما موانفاش ليك خاصة في الشركة هو يقول إلياس وهي ما باينش عليها من النوع اللي كنعرفه عقلت يا رئبان على القواعد اللي حطيتي ابنات الناس ما كنلعبوش بيهم هو يقول رئبان تاليته الخضرة قال سينمار أنت اللي ما بغيش تعاود شكون هاد البنت اللي عندك في المكتب رئبان تحركوش فيفو ببطء اللي هجابر قالص في الصالة وخدم في البس مشاكل سجنبو ومراكبو وهو كيرسم خطة المباراة جاية الفريقو ديال كورة السلة تكلموا على مواضيع مختلفة وجابر كيف كل مرة سول رئبان على أحوال الشركة وكيفاش غاديم على الخدمة ابقى كيسمع لي وهو كيشوف فيه بفخر لأنه وصل أهدافه وحقق دك شي اللي بغى تأكد أنه كان على صواب فاش ما فردش عليه شنو يدير وخلاه يختار مصار وجابت ليهم الخدامة القهوة بعد ما شربوها نادر إبال طلع الغرف جو دووش وخرج البس حوالي جو ورجع شعره المبلل بعدو على حينيه وحل باب صغير جنب البلاكار الكبير مد إيد دوهز مضلة في الغرف وقلت على الفوتاي اللي كانت منك ابقى كيشوف فيهاش حال ورجع لديكرة قديمة وقعات قبل خمس سنين فاش اشتا كانت كطيح خيط من السماء وقاع اللي كان في الشارع كيتجاراو باش يتخباو منها وخا كان نهار من أيامات الصيف إلا أنه حتى واحد ما بغي يفزك على عكس ها هي غير شافت اشتمل شرجم وخرجات راسها كالطن مدات راحت إيدها وكيف حسات ببرودة قطرات الماء بتاسمات بفرحة سدات عينيها ورفعات وجهها الفوق مستمتعة بن سياب اشتع لبشرتها قاطع لحظاتها الهادئة صوت حفيظة وهي كتعيض من الداخل قالت جولان طلعيها بتلحويج من السطح قبل ما يفزكو جولان حلات عينيها وقالت بتدمر حشوما ما يخليوكش تعيش للحظة شافت في الدربة ديالهم اللي خوة من ابن عدم والفتنة درها شخص لابس كل شي في الكحل وواقف تحت شتا بعادات على النافذة مستغربة ومشات جبدات مضلتها الوردية من تحت سريرها خرجات من البيت وغادة جهة الدروج اللي كيطلعون السطح شوية لقات راسها ها بطمع الدروج ديالي تحت حنات باب الدار وفتحات مضلتها ومشات كتجري بسرعة جهة الشخص اللي واقف ولابس قبية كحلة وداير القب على رأسه لمحات غير جنب وجهه باش وقفات حدها تعالات حتى دارة المضلّة وقرازه وحطات مقبضها في يده باحدات ورجعات كتجري للدار سدّات الباب وطلعات الاصطح كتحيّد في الحويش ومتخيلة راسها في مشهد من مشاهد الروايات ابقى واقف جحال كيشوف في الباب اللي يدخل منودك الجسد الطائمي ومباعد عينيه حتى اسمع صوت جداته كتنادي عليه باش يدخل منشته جمعنا مضلّة وطواها وقبل ما يدخل للدار ألقى نظر أخرى بجهة الدار المقابلة ونرجعوا للحاضر وفي اليوم التالي رجعت جولان للشركة ورافقوها لقاعة الاجتماعات كانت لابسة مزيان أحسن زي عندها واللي كان عملي شوية دخلات مع الباب وبدأت كتقلب بعينيها عليه باللي هغال مسؤول اللي قابلت في اللول ومعاه راجل آخر طلبوا منها تقلص وبدأوا الاجتماع هاد المرة تعاملوا معها بطريقة مختلفة واخدأت راحتها في الكلام داز الاجتماع مزيان وسنات العقد بعد ما قرعتوه مزيان وهي كتذكر كلمات زين اللي هدرات معها في التاليفون ووسطتها تكون على حادر لقات الشروط مزيانة ونصيبها من الأرباح غايقون بنسبة كبيرة عرفات منهم أنها غادتوا اللي تجي مرة مرة للشركة لاجتماعات الضرورية دي الفريق وفاش عرفات الكتاب الأخرين اللي مع الشركة فرحات لأنها غتستافد من خبرتهم خرجات تابعة واحدة من الموظفات اللي كانت مرافقة هانا نسعد وفي واحد اللحظة وقفت وهما غادين في الكوروان وتلفتات كتشوف جهة مكتب رئيبان سمحات المساعدة كتحيط عليها وتبعاتها ودخلات المسعد وبعد مرور أسبوع وقفات حافيضة قدام بيت جولان ودقات رجعت دقات مرة أخرى وحلات الباب بانت ليها جالسة في الأرض وحطت رأسها على ركابيها دخلات حافيضة وقلسات جنب بنتها وهي كتشوف فيها كترسمة أشكال وهمية باسبوحها على السجادة قالت حافيضة وهي كتمرر إيدها لشعر جولان علاج ما بطيشت فطري جولان بقيت ساكتة وهي دقل حافيضة سمعيني يا بنتي أنا ما غادي نفرض عليك حتى حاجة السيدة فات حاتني في الموضوع وطلبات نسولك هو اللغو وما كانتش عارفة بلي الحاجة هدر مع بباك كنت متوقعة بباك غادي رفض حتى صدمني وقبلت يجي ويخطبوك جولان شافت فيها بملامح حزينة وقالت حتى قلت كل شي تقال وجاتني فرصة ما تعودش باش نحقق حلم علاش بهبوها فقط بدون ما يسووني أنا ما بغاش نتزوج بهذا الطريق واحد ما كان عارفوش يمكن يفرض علي كيفاش نسيير حياتي قالت حفيظة أنا مستحيل نرضى بهذا الشي دابا ما زال ما درناه وعلو غير شوفيه بعدا وتكلمه ولما بغاش تكملي في هاد الخطبة ما كانش اللي غايفرضها عليك جولان قالت ولكن هو حفيظ جدي وجدة كيفاش غادر نقدر نرفضه ونحرجه وهي تقول لي همها هو ما كيبغيوك بحال بنتهم وغادي تفاهمه بقيت حفيظة كتهدر مع بنتها وبينات لها انها جنبها واي قرار خدات غادي تدعمها فيه ونادوا باش يوجدوا لهذا الخطبة اللي غا تكون في العشية جولان عيطات لزينب وطلبات من هادشين عندها وجات زينب وضغيان ساجمات مع حفيظة مع طبيعتها المطلوقة وكانت من رأيها وقالت الجولان شوف عاد تقرر شقاوا مع بعدياتهم وبدوا كي يجهزوا ريوصهم وبعد صلاة العصر رجع إبراهيم من الجامع هو والحاج وكيف دخلوا مع الدرب بينوا ليهم جوز سيارات قدام داره خرج جابر من السيارة اللولى وقربوا لعندهم إبراهيم على غير المتوقع رحب بيهم ورمال ليوقع في الماضي موراه بعد حديث مطول مع الحاج حل باب داره وطلم منهم يدخلوا وعيد على حفيظة وخرجات هي والحاجة اللي سبقاتهم وحلفات التعاون كأنها من عائلة العروسة العيالات كانوا بتلاتة لابسين لقفاطن إبراهيم والحاج لابسين فقيات وجابر لابس بدلة رسمية توجهوا للصالون وقلسهم جمعين وبدون رسميات كأنهم عائلة وحدة ناضط راباب بعد ما جاهد تيصال ومشات حلات الباب وبنظرات حب وفخر شافت فولد هاللي كان أوسم عريس في عينيها قرب عندها والتحنق بالجبيها سالمات مع سينوار وإلياس اللي جوا معاه وبتلاتة هم لابسين بيدا الأنقة وشكلهم كيخطف الأنفاس زينب كانت في الكوزينة وكطلمور الباب غابة نوليها داخلين بتلاتة وقالت بصوت منخافض إيش هاد الشي؟ من إيمتا ولا كينوض عندنا التوت البري في البلاد؟ فين كنت عايشة أنا؟ وواحد ينستيك في الآخر تبعاتهم بعينيها حتى دخلوا في الصالون ورجعتك تستف ذاك الشي اللي في إيديها شوية تحل الباب ودخلات حافيضة شدات من عندها ذاك الشي وطلبات منها تطلع عند جولان وتشوفها وشكيمولات طلعت مع الدروج وهازج لا يلقفت عنها حلات البيت ودخلاتك تشوف جولان اللي قالتها فوق سريرها كانت لابسة كولون لاصق وديباردو بيت كانت ما زالة ما لبسات القفطان ديالها قربات عندها زينب وقالت قاوي لي ما زالة ما لبستي رجاو شافت فيها جولان وقالت زينب علاج أنا ظهري محكس وهي تقول زينب وراء أنا اللي ظهري محكس عرفتي شنو شفت دابا الفورسان الثلاثة خرجوا من الحكايات القديمة ودخلوا لداركم نوضي تقاعدي لبسي عليك راكي أكبر مظهار لديتي واحد فيهم جولان قالت علامنك تهضر وهي تقول زينب ما غاداش تفهميني حتيت شوفي بعينيك العار حيدي هاد التجههم من وجهك وزيدي شوية العكر الفمك حيديت لي هالنظارات وقالت وهادو بلاش منهم ومشيت لجهة الباب وقالت ها أنا مشيت نعاون خالتي على الله يشوف في يشي واحد من صحاب العريس ونصدقوه دايرين حرس واحد من لي ما عايتوش لي الخدمة خاسني ندبر لي على راجل واسر براسك خرجات زينب وسدات الباب وغير دارت قفزات من بلاستها وهي كتشوف واحد من الفرسان قدامها كان الشخص لابس بيتلا سودا ونفسه اللباس لرباب على رأسها بقيت كتحنظ فيه احتى حنحن وجمعات فمها اللي تحل ومشيت كتزرب وهبطات ما عبدوش بتاسم رقبال وحط قيدوه على مقبض باب غرفة جولان جولان سبعت الباب تحل وهي الطور عند بالها زينب ومعاجه وعينيها عليه ابقات مكوانسي وكترمش في عينيها هزات إنتها كتحك في عينيها عند بالها كتخاين هي على طول هاد الأسبوع وهي كتلقارات هكتفكر فيه مرة مرة ولكن باش تخيلوا داخل غرفتها رهى وصلات لستاج الوحش لاحت خطوة القدام وزادت خطوة أخرى حتى وصلات لعندو ومع ما ديراش نضادروا بلابيهم كتشوف الوجاه من بعيد مبهرين قربات عندو توسعوا عينيها بصدمة حقيقية مديت صبحها وحطاتوا على صدره غا حسات بعضلات والصلبة تحت البدلة ورجعت خطوة لورو قالت مايمكنش قال رقبال شنولي مايمكنش وهي تقول كيفاش انت في بيتي وشانح ماقيت شاف فيها رقبال بنظارات متفحصة وقال هاكا غدا تقابلي خطيبك هبتت عينيها على رأسها وشافت شنو لابسها وهي تعنق رأسها ورجعت شافت فيه وقالت خطيبي واش انت هو قرب خطوة حتى تقابل معاها واتحنا عندو جهها وقال وشكون من غيري قالت انت هو حفيد جدي وجدة اللي قدامنا انت ولد خالتي رباب قال وهي تقول جولان كنتي عارفني ولا خالتي اللي اقترحات عليك هاد الزواج ووافقتي بلا ما تعرفش كون اختارتليك قال لي هاري أبان الوالدة اقترحات وانا وافقت وهي تقول ما بيناش عليك من النوع اللي كيقبل بالزواج على الطريقة التقليدية وإلى ما اتفقناش قال لا أنا واثق في اختيار الوالدة وهي تقول بدون ما تحس يعني كنتي غادي توافق حتى لو كانت بنت خرا بتنسمه هو يقول لبسي وهابقي بعد عليها وتاجه ناحية الباب يلا غايحلو وسمع خطواتها وهي كتقرب ليه وقالت بنبرة عصبية أنا مو موافقاش دارل عندها وشاف فيها بندرات قاسية جولان تسلل لي هالخوف من شوفاتي وهي تقول زحمها إلا رفض تهد الزواج غادي تلغي العقد قال لا غير ديري في بالك أن هذا آخر عرض الزواج يجيك وهي تقول التيقة اللي كتنبع من عينيه استفزتها وهي تقول ومالك غادي تحبسهم قال لي هاري أبال انهار يفكر شي واحد يحط رجلو عند عتبة داركو غاير جعب إيديه خاوينه وكيحبو على ركابيه قربيت لي هالزارة هاب تحدي وقالت هادي هي يضرب عليها تلاقينا غاسي مانا اللي فاتت وبغيت تحكم في حياتي شكون عطاك الحق قال لي هاري أبالي أنا اللي عطيتولي راسي ومعا قالها جرها من المرفق ديالها وبحركة سريعة لصقها مع الباب ما زال ما استوحباتش نواقع وحسات بشفيفه تحطو على شفيفها توسع عينيها من الصدمة وقبل ما تقرر الدفعه القات راسها مربوطة وهو حاكمها بجسمه مع الباب حرك شفيفه عكس شفيفها ببطق وبتملك حاوت خسرها وهو ضاغط على خسرها بأصابعه لمستو وقبلتو غيبوها وستات عينيها وهي داخل الدوامة من الأحزيز الجديدة عليها تاهت كليا لدرجة محساتش أنها دورات دراحة على عقل وهو بدوره ارفحها لعنده حتى رجعه أصابحها بالكاد كي لمسوا الأرض وبعد مدة طويلة حل عينيه وهمس بصوت ارسل للرعشة الكامل جسدها وقال انتي كتخصيني وهي مسألة وقت فقط قبل ما يعرف لكل هاد الحقيقة جولان جاوباتو هي مزنقة شنو شنو درتي دابا بتاسم وقال خديت قبلتك اللولة واخدا خصلا منش عرها بي مصباحه وقال هابطي وعطيهم جوابك قبل ما نزيد نقنعك كتر جولان بدات كترجف من بيديه ونطقات بضياع واخا وقالت واخا ميلا راتو وطبع قبلة جنك فرمها وقال مضلتك لهوزية ما جاتش مع ديكور بيتي ولكن خليتها تماما حتى تجي مولاتها وتدخل ألوان خرى لغرفتنا ابتاسمات وقالت وهخا وهذه هي قصتنا لليوم نتمنى تكون عجباتكم وإلى اللقاء في قصة خرى جديدة اشتركوا في القناة